مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حصادنا الإخباري السنوي ونبحث اليوم الفشل في إدارة ملف المياه في العراق وموجات النزوح وخطط تقليص الأراضي الزراعية الناتجة عن هذا الجفاف يواجه العراق الذي نشأت حضارته على ضفتي دجلة والفرات مصيرا كارثيا من جراء شح المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستوى ينذر باحتمال فقدان مياه الشرب في ضوء انخفاض المخزون المائي الاستراتيجي إلى 7.5 مليارات متر مكعب للمرة الأولى بتاريخ البلاد في مطلع شهر آب أعلنت وزارة الموارد المائية أن المياه في البلاد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وذلك في أعقاب جفاف طويل الأمد وطقس تجاوزت فيه الحرارة 50 درجة مئوية الأمر الذي عرف بأنه أصعب مرحلة من الجفاف للموسم الرابع على التوالي براسة لشبكة تاولد ويذر أترار بيوشن التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي بيّنت أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد زادت من احتمالية حدوث الجفاف أكثر بـ 25 مرة في العراق وسوريا بدوره قال مؤشر الإجهاد المائي الدولي إن العراق مهدد بأن يصبح بلا أنهار بحلول عام 2040 مع جفاف نهري دجلة والفرات ولن تصل مياه هذين النهرين إلى المصب النهائي في الخليج العربي وهو ما سبق وأكدته وزارة الموارد المائية بأن نهر دجلة سيتحول إلى مجرد مجرى مائي عام 2025 طبعا استمرت أزمة الحصول على المياه في التأثير على الإنتاج الزراعي وقد عانى نحو 60% من الفلاحين عانوا في العديد من المحافظات من جراء تقليص المساحات المزروعة وفقا لاستطلاع نجراه المجلس النرويجي لللاجئين والذي أكد أن أربع من كل خمسة فلاحين اضطروا إلى خفض إنفاقهم على الغذاء نتيجة ذلك بدورها قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الجفاف وتدهور الزراعة وزيادة الملوحة في الأنهار تضع ضغوطا متزايدة على الزراعة وتربية الماشية وصناعات صيد الأسماك في العراق حيث لا تستطيع العديد من العائلات ضمان سبل عيش كافية لفتة إلى تسجيل هجرة 21 ألف عائلة من 12 محافظة عراقية بسبب التغير المناخي طبعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق قال إن مناطق الأهوار هي الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي لافتا إلى أن العراق يفقد نحو 400 ألف دنم من الأراضي الزراعية بشكل سنوي حيث صنف العراق في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية كذلك حذرت من أن الجفافة في العراق بات يشكل خطرا على الأمن الغذائي والاقتصادي والمجتمعي بعد أن أصاب 70% من الأراضي الزراعية إذ إن العراق يعتمد على مياه دجلة والفرات بنحو 80% لفتة أي اللجنة إلى أن المحافظات الجنوبية تضررت بصورة أكبر طبعا مركز دراسات الصحراء قال إن المساحات الخضراء في العراق باتت لا تتجاوز الثلاثة في المئة فقط من مجموع المساحة الكلية لأراضي البلاد حيث انخفضت المساحات المزروعة من 50 مليون دنم إلى مليون ونصف المليون فقط وهو مؤشر خطير على حجم الضرر الذي تعاني منه زراعة العراقية كان هذا استعراضا لأبرز ما يخص ملف شح المياه في العراق وتداعيته ضمن حصاد عام 2023 شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وهذه عودة إلى استوديو الأخبار